لقاء جديد مشاهدينا مع خبيرة السورة والأتيكات ندين ظاهر صباح الخير ندين صباح الخير رولاو بنقوله لشيف مارون ريسوتو طبعا السمك بيجنن يعني صحيح ما كان ما قدرنا نعمل تاستينغ ولكن الريحة اليوم مارون بتكفينا بعدين علمنا كتير تبس أنا لأنه بعملها سوداء اللي ما بيسوا كتير تنعمل كتير سوداء صحيح عن موضوع الحرق البصلي والسمك وهيكي على كله بالأتيكات نحن عم نحكي thank you so much thank you شيف اليوم لح نحكي على إتيكات تقديم الشكيوة طبعا ما لح نشتكي على ريسوتو طبعا الشيف مارون لأنه كتير طيبة في شكوى أنه كان بدنا بعض وكمان في شغل أنه لقيت الشكيوة يلي هي وينما كان الشكيوة بالمطاعم على الأكل إذا كان جينا الأكل مش متل ما بدنا شكيوة بالشرك الشكيوة من أي خطأ بيصير معنا كيف نتصرف مع هيدا الموضوع وهي دي شغلة كتير ضرورية لأنه اليوم نحنا موجودين بالمجتمع وموجودين مع أشخاص آخرين وجبران بيقول ما لا يعمل لا يخطئ إذن الخطأ إنساني الخطأ موجود وينما كان ونحنا بنعرف أنه الأخطاء والتي بتصير معنا في طريقة لحتينا نوصل فيها المشاكل تبعيتنا نوصل فيها رأينا بدون ما نكون عم نكون سلبيين بهذا الموضوع حقنا نقدم شكوى ونعترد إذا الشيء وصحيح ممكن يكون الشكوى للإفادة مش دايما الشكوى للواحد يعترد بس لا يعترد من هون لحدد أنا لحقول إنه الشكوى يجب أن تكون أولا مرتبطة بعمل خاطئ صار أو برأي معين وتحديد نوع الشكوى يعني إذا أنا عم بشتكي من أمر عم بعيق شغلي عم بعيق عملي من شو ما كان ممكن يكون ريحة يعني ريحة بالمكتب ممكن يكون عدم تواصل جيد يعني أي شيء ممكن يؤثر سلبا علينا ندين إيه بس لنحددهم لحتنا نعرف كيف نتعاطى مع الموضوع ممكن يكون تصرف خاطئ ممكن يكون تليفون جينا وتون مع جبنا فكيف كل هيدول الأمور يجب أنه نوصلها لحتنا ما تأدي إلى العمل الغير مستحب وإلى المشاكل يلي نحنا ما بدنا إياها إذا كان صار عنا شكوى ونحنا قررنا أنه نقدم شكوى الشكوى دايما نحنا بنطلبها تكون مكتوبة ليش منقدمها مكتوبة؟ وبقولولك دايما لأنه وقت اللي بيكتب الإنسان بيرجع بعيد أفكاره وقت اللي بيتكلم الإنسان بيتكلم بغضب والغضب هي أسهل طريقة لحتنا أنت ما توصل لرأيك بتوصل بس غضبك عطفتك والعاطفة غير مرتبطة بالعمل الحقيقي فأنت بديك تتجربة تقولي شو صار معك ليش صار معك هيك والأسباب وبالآخر بديك تعطي اقتراحات فالشكوى مش بس أنه أنا نحنا كتير سمالله شاطرين بأنه نحنا نقدم شكوى أو اعتراضات ولكن ما منقدم حل كمان ما منقدم حلول فاللي عنده حل يجب دايما أنه يكون الشكوى مرتبطة بحل يعني اليوم إذا بدي أعطيك أنا بدي أقدم عليك شكوى بدي أقدم كمان حل معه أو على الأقل أني أحصر الشكوى بمجال معين فإذا أنا بالمطعم وطلبت أكل إذا الأكل ما إجا مطبوخ بشكل جيد إذا الأكل ما إجا إذا فيه حشرة إذا فيه شعرة إذا فيه أي شيء أو أي خطأ أي خطأ هون ساعتها بحق لي وبشكل كتير راقي ومهزب وصامت بعيط للماتر ما بعلي صوتي إطلاقا بقل له ما علي الشيء اللحم شوي مستوية أكتر فضل أقل استوى بضل على أشير إلى الخطأ بشكل أندي سكرال لحتينا ما كمانا روح الأبتايت أو روح إبليت الآخرين على الأكل ومن هون بدي أقول يجب على الشخص يلي هو مسؤول على المطعم من هيك كمانا بنعمل نحن تدريبات للأشخاص اللي بيشتغلوا بالهوسبيتاليتي دايما ما بيحارج الزبون يعني ما بيصير فيه أخذ وعطى ليه؟ لأنه كتير مهم كمانا أنه يحافظ على صورة المطعم فله السبب بيسحب السحن وبشكل كتير مبسط وكتير سريع بيجربوا يسححوا الخطأ يعني حتى لو كان الحق على زبون ندين لأنه وقت بيكون الطلب يعني بيجي للصحن متل من طلب وبكل بساطة ما عجبوا لزبون هون زبون إلو حق يرده لأنه ما عجبته طعمي أو ما حب للطبق لا أنا قلت إذا صار فيه خطأ من قبل المطعم يلي هو بيتحمل مسؤوليته إذا أنا طلبت شيء وأنا ما حبيته ما ليه حق رده لأنه بيجي كمان لا ما ليه حق رده هاي مشكلتي فيه أطلب طلب طبق تاني وفيه يقول ما ليه شيء ما حبيت هيدا بس أنا وبتحمل كلفته كلفته اتنين لأنه خطأ إيه أنا فالهون اليوم تقديم الشكوى بالزبط يعني بتصير إذا كان فيه خطأ صار معيك خطأ صار من قبل آخرين تجاهك فأنت اليوم شو بتعملي مثلا أنا وصلت من عمان وما وصلوا شناتي فكنت على المطار أسريت أسريت وألحيت أنه بليز إذا ما فيه كونكشن أنه أنا بدي بيطلع بيخد شناتي فبعدين وقت وصلت على الكونتوار قالوا لي بتحب تقدمي شكوى قلت لهم إيه فعطوني ورقة بيضة هاي دي كمان عمانة طريقة لحتين أنا أقدم شكوى كأنه واحد عم بيقل لي أنه كتب شو ما بديك بس أنه مش رح توصل إذا تقديم الشكوى ليش اليوم عم نحكي على هذا الموضوع تقديم الشكوى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ويجب أن نحنا ليش نقدم شكوى وليش رأي الناس كتير بتهمنا وقتا بيكونوا الشرك شرك كتير مرتبة أو حتى الدولة الدولة بتاخد موضوع الشكوى بشكل كتير جدي لأنه بهذا الطريقة بتحسني الأداء العملي ولح أنقل تجربة صارت في دبي أنا قتكت عم بعطي كورس كمانا قلولي عنها يلي هي عندهم حدا اسمه الأمين الأمين هيدا الأمين يمكن شاء مين ما كان يعني مكتب بيتلفن عليه المواطنين والغير مواطنين مكتب اسمه الأمين؟ يعني هو شخص بيسموه الأمين يلي أمين على القيم إذا بديك الأمين بيتلفنوا وبيعطوا رأيهم بيعطوا الشكوى اللي صارت قدامهم وهيدول الأشخاص بيتابعوا الموضوع معهم وبيجربوا أنه يذللوا العواقب وبيجربوا يشوفوا أنه هل هالشكوى اللي قامت ضد هالأشخاص محققة محققة أو غير محققة أنا بصير في نوع من التحقيق؟ طبعا طبعا ومن هيك أنت اليوم يعني هدف الشكوى أنه يصير في من وراها انكوايري تحقيق يعرفوا الناس ليه صار هيك على مين تقع المسئولية دايما مش دايما أنه تقع المسئولية بفوتوا الناس على حبوسة إلا إذا كان طبعا جرم بس ممكن يكون تحديد المسئولية لثغرات والفراغات مثل ما نحنا كل ياتنا بشركنا منجرب نشوف أنه كيف بدنا نعالج الشكوى ليه؟ لأنه إذا بتعالجي الشكوى رلا شو بيصير؟ بيصير في عندك أداء أحسن منه الموظف بيعرف أنه فيه فوق رقابة ومنه كمانا بيعرف أنه فيه أشخاص عم بتتعلق على أو عم بيشوفوه من فينه عم المرقابة؟ وهالأمور إذا ما تعالجيت ممكن تؤدي لها مشاكل أكبر هذا اللي عم بيصير يعني للأسف يعني بكثير بلدين بكثير بلاد يعني بالعالم اللي هو قلة الرقابة بتأدي إلى الأداء الغير حسن وكل ما يكون فيه رقابة عالية وكل ما يكون فيه قوانين صارمة وكل ما يكون فيه شكاوة محقة من قبل الأشخاص لأنه اليوم ما بديك تشتكي أنا بس لا تشتكي فيه ناس بتفوت بس لحتينا تنتقد أنا النقطة الغير بناء ما بيهمني أبدا يعني ما بقدر أنا أجي أقول ولا اليوم السيرفيس ما كان ميح أبدا وكل الشي مش حلو والمطعم مش ميح بالضبط بالضبط فأنا ليش شو اللي صار معك مدام ومن هيك بتشوفي حتى بالإتيكات وقت اللي بتكون أنت صحنك خلصتي حتيت الشوكي والسكيني على الأربعة وثلاث رولا وما خلصت صحنك أول شي بيجي المانجر اللي عندك بيسألك في شي مش عاجبك بالصحن فإذا هيدا هون ليه لحتانا يسمع الشكوى تبعيتك فإذا فعلا أنت في شي معجبك فيك تقولي إذا شي شخصي أنت ما حبيتي أنت ما حبيت الطعمة أنت ما حبيت السوس أو أنت هيدا الشي بيصير كثير شخصي أنت بتتحمل مسؤولية تعليقك إنما إذا كان القرار أو إذا كان التعليق يشمل كل الأشياء فلا يستحسن أنك تقولي وهيدا مفروض المانجر أو المدير ياخد بعين الاعتبار هيدا الموضوع فإذا هيدا أمور كثير نحن مفروض ننتبه لها لأن الشكوى هي طريق الأسلم والأحلى والأسرع لتحسين الأداء وتحسين الإنتاجية أنت اليوم وقت اللي بتحسن الأداء تبعيك بتحسن من إنتاجيتك فلهيك الشكوى كثير ضرورية إنما رجاءا ما تكون الشكوى شخصية إذا أنا عندي شكوى شخصية فيجب أولا علي أنه أنا روح عند الشخص وقل له أنا بحب أنك تحكي معي بهالوقت لهالوقت ما بحب تعطيني هيك حتى لو كان مديرك يعني فيه شكوى أنت وقت اللي بتعطي شكوى ما بتعطيها بس لحتينها تشتكي إذا فيه عندك شكوى على زميلك يستحسن أنه كمان تعلم زميلك أنه فيه شيء أنت عم بتعطيني الشغل مؤخر يعني كتير متأخر بشكل أني أنا ما عم بقدر خلصه إذا سماحت بتمنى عليك أنك تعطيني إذا استمر في أعطائك العمل اللي أنت مؤمنة عليه بشكل متأخر فهون بتقدر يتعلي الشكوى إلى الأعلى لا تلجأ إلى شخص داخل بالزبط إلى الأعلى رتبة والتراتبية والحفاظ على التراتبية بالشرك وبأي مكان هايدي شغلة كتير مهمة مش تغريب نطلع على الأول شخص أو أعلى شخص حتى لو كان عندنا تواصل معه لأنه بهالطريقة بتكوني عم تتخطي كمان صراحياتي وبتكوني أنت عم تكسر الإتيكات بهالطريقة الإتيكات هي رولة لغة لغة عالمية مفروض كل ياتنا نتبعه وكل ياتنا نعرفه وكل ياتنا نصير نحكيه لأنه بتأدي إلى عمل بين الأشخاص بتأدي إلى عمل كتير يعني أحسن وأرقى وأسلام وأسهل يعني بتسهل أمور الناس فاليوم الشكوى وقت اللي نحنا بدنا نقوله هلأ إذا كان بالمدرسة عندك أولادك بديك تشتكي كمان على معلمة أو بديك تشتكي على الإدارة أو بديك تشتكي على أي شيء فيك تروح بالأول بالطرق الطبيعية مش تغري منطلع على الإعلام مش تغري منبلش سوريا يعني النشطة مش تغري منبلش بالعالي هون شو بنعمل بنلجأ للإدارة أو بنحكي الشخص زيته بالأول بتحكي لمعلمة إذا استمرت أو استمر ابنك بأنه يعني يتزمر من التزمر بترجع بتعلي بتطلع إلى الأعلى بس ما بتتركي كمان حقك لأن الشكوى هي حق حق مكتسب أنت إليك حق بوقت اللي بيطلبوا منك حقوقك ووشباتك حقك أنك أنت تاخدي أفضل خدمة أفضل خدمة وكل الشرك بتقول نحنا بنعطي أفضل خدمة بالبنوكة بالشرك بالمطارات بالمطاعم كل يتنبي فكت شو على أفضل خدمة هلأ وقت لي أنت بتكوني عم تعملي وشباتك فأنت بحاجة لأنك تاختي حقوقك وحق من حقوق الإنسان هي تقديم الشكوى اليوم إذا كنا مثلا نحنا بكونفلكت مثلا مع الجيران مع كثير أشخاص اللي نحنا بيكونوا حوالينا فهيدا بيصير أنه يعني نشوف كيف بدنا نعالج هيدا الموضوع عنا اتصال لنا دين وممكن ناخده أكيد ألو مرحبا السباح الخير ألو منزور مرحبا سهلا تفضل سؤال بس بخصوص الصحن يلي فيه شغلي ما بتسوى بالمطعم إذا كان شعره أو دباني مثل ما عطول المدام طيب أنا عايض طله للماتر واعتذر مني أخده نعم وشو بسبت لي ما يرجع هو زيته ونشيلي منه الشعره صحيح هذا كثير السؤال هذا كثير سؤال حلو والمطاعم يلي بتحترم حاله ويلي مفروض يسير بيجيب لك الصحن يلي فيه الحشرة أو الشعره بيجيب لك بالزابط بيجيب لك بالمقابل الصحن الجديد يلي نعمل وهيدا حقك أنت أنك تشوف الصحنين دغري بتسأله إذا ما عمل هيك نادين وإذا ما عمل هيك ممكن تقوله لأ ما بديه أو بليس جيب لي الصحن الآخر يلي فيه الحشرة ومعك حق ألف بالمية أنت شو بيسبت لك فالمطاعم يلي بتحترم حاله ويلي نحنا كمانا من أكد على أنه وقت اللي الشخص بيتقدم بشكوى من هالنوع بيجيبوله الصحنين هيدا الصحن اللي أنت لقيت فيه الحشرة أو الشعره وهيدا الصحن الجديد تبعك وأهلا وسهلا فيك حلو كتير السؤال طبعا أكيد هيدولي أمور نحنا وقتها منعلم المطاعم وقتها منعمل ترينينج كل الأمور كيف تتعاطي مع المواقف الحرجي وكيف تتعاطي مع الزبائن يلي كمان عندها كمبلينت نحنا كل هيدنا بكتير محلات كان عندنا كمبلينت وأنا عندي أكتر من هيك عندي كمبلينت على الرويح عندي كمبلينت على الأشخاص اللي بيكون أنت عم تحكي مع شخص آخر بيقتش الحديث بالنص يعني الويترز للأسف الويترز أو الأشخاص القيمين بالمطاعم مفروض يكون عندهم تدريب تدريب يعني هلأ صحيح أن كتير خيرون عم بياخدوا ناس عم بيشتغلوا بار تايم وعم بيكونوا بالجامعة لكن فيه قواعد بس حتى هيدولي أنا ما بقدر ما برضى أني أنا كون زبون وجاية على مطعم ما يكون الشخص بيعرف يحط من الشمال بياخد من اليمين بيعرف أنه بيحط للسيدة قبل الرجل يعني كيف يتصرف بعدين أنا يجي لعندي إلي إيه حبيبتي شو بتريدي إيه تقبريني لا من وقع يعني فيه أمور بتصير التحبب للضيء أو للكاستمر للزبون منه جيد لذلك بيقولوا الخدمة إن كان بمطعم أو مؤسسة أو أي شركة هي نص سر النجاح أكيد وبعدين بدي أقول أنا دايماً لزبون ملك عشرة النزبون يكون ملك مش معناتها إذا أنا إلي حق أني أنا دايماً أعطي الشكيوة أنه أنا يكون حضوري تقيل نعم يكون لدي بكل تصرفاته وبدي يكون الشكوى اللي أنا عم بقدمها محددة ودايماً بلش بأنه هيدا كتير طيبة بس معلي شي هيدا ما حبيتا هيك بتعني الشكيوة يعني دايماً نبدأ بنقطة إيجابية صحيح شكراً لألك نادين شكراً للا شكراً للا بكرة بكرة كمان اليوم الجمعة بكرة السبب صحيح شكراً للا وقفة مشاهدينا ومنرجع